لك العربية السعودية أما خبرنا الأخير لليوم أيضا في مجال الشركات الناشئة تمكنت منصة التجارة الإلكترونية الاجتماعية المصرية شروع من إغلاق جولة استثمارية بوي سي تقدرها 2 مليون دولار أمريكي بقيادة نواك كابيتل ومشاركة أيضا مجموعة من المستثمرين الملائكين تأسست شركة شروع عام 2022 عن طريق علاء شلبي وأيضا حسن ومحمود اللي بيملكوا خبرات سابقة بالعمل في شركات مثل هونجر ستيشن كريم وكيتوبي أيضا بهدف إتاحة تجربة شراء جماعية مختلفة وبتسمح المنصة للعملاء شراء احتياجاتهم من المستذمات المالية وعفوا المستذمات المنزلية والبقالة معاهم ثم تقسيمها فيما بينهم للحصول على أسعار أقل من المعتاد وبتمكن هذه المنصة عملائها من تنفيذ طلباتهم عبر تطبيقها أو حتى من خلال واتساب يعني شو بتكون أسهل من هيك ومن ثم أيضا تسليم المنتجات باليوم التالي دون أي رسوم تأمين وبتقول شروع أنها عم تعمل مع قادة المناطق النائية للوصول للشريحة الأكبر من المستخدمين وأكدت نموها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية بجذبها عشرات الآلاف من العملاء فيما أشارت أيضا إلى أن العملاء بإمكانهم الشراء من خلالها بشكل منفرد أو حتى على شكل مجموعات حيث بتيح الشراء كمجموعات خصومات تتصل إلى 40% عندما يقوم أحدهم بدعوة شخص آخر مثلا للشراء أو المشاركة مع مجموعة سبق وقامت بالشراء عبر المنصة لتسهيل عملية شراء المستلزمات المنزلية والبقالة لكل المستخدمين هذه كانت كل أخبارنا الصباحية لليوم ما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسماشي تيفي تسمعوا البودكاست تبعنا وتنزلوا الأبليكيشن نهاركم سعيد جميل